طيب ده كان يعني طلالة سريعة على المحتوى لكن مؤكد ان احنا هنيجي على ملف المنتخب بكل تفاصيله واللقاءة السنغال بتفصيلات مهمة جدا كما ايضا هنتناول موضوع الاهلي وكل ما فيه لكن تبقى ضربة البداية هي دائما مع مقالي ومقاله الاعتذار سيد الادلة طبعا معروف ان الاعتراف سيد الادلة لكن في الواقع دي الحياة الاعتذار نفسه على قيمته وعلى افضليته وعلى اهميته هو سيد الادلة ويريد يكون نقطة لكتير جاية الموضوع زميل النقد الرياضي خالد طلعت من النشطاء في المواقع الرياضية واحد من اللي اثاره جدل كتير في بعض الحقائق اللي ارتبطت بالنادي الاهلي الحقيقة وكانت كلها بتتعلق بحقوق للنادي الاهلي وكان دايما وابدا خالد طلعت يوقف في موقف مضاد للاهلي على الاقل حسب جماهير السوشيال ميديا وتصنيفاتها الراجل الحياة في لحظة مكشفة ومصرحة اعلن اعتذار ويكاد يكون الراجل بيغتسل من كثير من الاخطاء المهنية اللي وقع فيها وفي كتير منها مس النادي الاهلي عشان كده كان من المهم جدا ان احنا نقف وقفة مهنية شوية عند اللي حصل كتب خالد طلعت وقفة ومصرحة مع النفس ومع الله واعتذار لشوبير وشكبالة وجماهير الاهل والزمالك واطلب ان تسمحوني بقول اشتغلت سنين طويلة بيقدرها هو ان هي عشرين سنة في مجال الصحافة والاعلام واكيد حاولت بقدر الامكان اني اكون محايد على قد ما اقدر بس اكيد كان لي اخطاء وكل البشر خطئين والمهم اللي يعرف غلطه ويعترف به ويندم عليه ويعتذر عنه ويتوب عنه وما يكرروش تاني باذن الله طبعا للأسف الشديد اتشديت زي ناس كتير في طريق الترند والشهرة والريتش والفيوز واللايك والشير وبالتالي افورت في احيان كتير في الهجوم على بعض الناس من اجل الترند كان ابرازهم شيكبالة وقبل منه ميدو وحسام غالي وناس تانية كتير وده كان غلط مني وزن بارتكبته باعتذر عنه باعتذر لشكبالة وانا بعتد له اعتذار على الواتساب والأي حد تاني انا هجمته بقسوة وافورة باعتذر لجمهور الاهل والزمالك اللي اتدايقوا من كلامي واتمنى ان الجميع يقبل اعتذاري ويسامحني في بعض الامور الشخصية تدخلت في شغلي وده ما كانش ينفع وكان خطأ كبير مني زي هجومي على الكابتن شوبير لا اسباب شخصية وبعدها كمان الاسوى هجومي على ابنه مصطفى شوبير لنفس السبب برضو بعتذر ليهم لاتنين وبعدت لهم برضو رسالة وبرضو بعتذر لجمهور الاهل في اي موضوع كان فيه شخصانا واتمنى الجميع يقبل اعتذاري ويسامحني بعض الامور الشخصية برضو دخلت في شغلي وخلتني جامل بعض الاشخاص او بالبلدي انا فئهم وده بسبب علاقة صداقة بيهم او شغل معاهم او خوف منهم وده اكيد جاء على حساب ناس تانية اكيد بعتذر لهم كتابة بعض الاخبار او المواضيع نقلا عن مواقع اخرى او عن ناس تانية دون الاشارة الى المصدر وكأن انا اللي جاب الخبر وده برضو غلط لانه لازم كل حاجة تنسب لصاحبها او للمصدر كتابة بعض الاخبار المنقولة دون التأكد منها او التأكد من المصدر واكيد بعض منها اطلع غلط ومش صح وده برضو خطأ كبير في نقل المعلومة قبل التأكد منها وقد تكون غير صحيحة كتابة عنوين رنانة الاخبار علشان الناس تدخل على الخبر وممكن يكون محتوى الخبر مخالف التركيز على الاخبار السلبية على بعض الناس واخبار المشاكل والخناءات والاخبار المسيرة واللي بتجيب ترافك وفيوز بغض النظر عن محتوها في النهاية ده بيقول خالد طلع الملخص يعني انا عارف البصل ده هيجيب علي هجوم كبير بس اللي هممني رضى ربنا سبحانه وتعالى لان كل البشر خطأين ولكن خير الخطأين التوابون وانا كان عندي الجرأة والشجاعة اني اكتب كده بيقول ان في مبلغ كبير انا خرجته ولسه هخرجه لله وللجمعيات الخيرية تكفير عن كل الزنوب اللي انا عملتها فيها اتمنى من اي حد غلطت فيه انه يسمحني لانه ربنا بيسامح وبيغفر وبعترف باخطائي وقدام ربنا سبحانه وتعالى وندمان عليها وتوبت عنها بازل الله توبة النصوح ربنا غفور الرحيم بيغفر لعباده ويتقبل التوبة واتمنى كمان من كل اللعيبة والرياضيين والجماهير ما يزعلوش مني ويسمحوني على اي خطأ عملته اللهم ارزقنا توبة قبل الموت شوف سيد إبراهيم انت بتقول الاعتذار سيد الأدلة وبتشير انه هو المثل الاعتراف سيد الأدلة او المقولة او الحكمة ولكن الاعتذار هنا هو بمثابة اعتراف يعني يتضمن الكثير من الاعترافات قيمة هذا الاعتذار ايه طبعا قيمته بالنسبة للشخص الذي قدم هذا الاعتذار واضح انه في لحظة صفاء نفسي وشفافية ولحظة بتقربه من الله سبحانه وتعالى اراد ان يكفر عن امور يعني يعترف انه ارتكبها لأسباب يعني خاطئة لأسباب خاطئة لكن وهو يسبب الأسباب هذا الأمر يدعوني إلى ان تكون هذه المقالة التي احييك على اختيارها لتكون استهلالنا واستفتحنا وقضيتنا ان تفتح الطريق امام الآخرين الواضح جدا 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 ان غمسهم في كل مقاله خالد خالد نموذج خالد اشاره وكانه يشير بأصابع الاتهام إلى الكثيرين إلى الكثيرين لها كاد يكون بيسميهم اي ولم يعتجروا ولا اظن انهم صفوا يعتجروا حد منهم لما كان مريض قال سمحوني واول ما خاف نسي لكن مسألة انك انت يدفع لك عشان تتبنى قضية مغلوطة خطير جدا وهو يريد ان يسامح نفسه ويغسل الاتهام ان يخرج بعض المال الذي اصابه من هذا الامر كمان انك تصل الى درجة الشخصانة انك تأذي حد وانت تعلم انك بتأذي لأسباب شخصية وسمك كابتن شبير ومصطفى شبير هذه شجاعة نتمنى ان تصيب عدواها الاخرين انا مبسوط من بنقوله نتمنى ان كل من اخطأت في حقه يا كابتن يا استاذ خالد ان يسامحك مفيش احسن من كده الراجل شال كفنو بالمعنى البلدي فعيب ان يعني مش كل الناس سيسمحوا لكن اخطر ما قاله ان تتبنى وقائع تاريخية تفسد العلاقة بين الجماهير وبعضها لصالح اطراف معينة لصالح اطراف معينة انت خايف منها ومستفيد منها وهو كده بشاور واخد بالك صحيح كمان التمادي في هذا الامر بما يحدث احتقان او بما يحدث سلب للحقوق ها ده خطير جد نتمنى زي ما قلت ان يكون هذه بداية لناس كتير تراجع نفسها في الحقيقة الكاتب الصحفي الكبير الستاذ عبدالطيف المناوي الرئيس تحرير المصر اليوم الرجل تلقف اعتذار خالد طلعت وكتب عنه مقالة لطيفة في المصر اليوم في مقالة الستاذ عبدالطيف المناوي قال فجئت صباح امس بمنشور منسوب للزميل النقد الرياضي خالد طلعت يطوف ارجاء مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اعتذارا لبعض الشخصيات الرياضية بل يحمل اعتذارا عن كثير من اخطاء ارتكبناها ونرتكبها كصحفيين واعلاميين في حق الناس وفي حق مهنتنا اقتبس للأستاذ عبدالطيف المناوي غالبية ما ذكروا خالد طلعت اللي انا اردته لكم الى ان ينتهي ويقول للأستاذ المناوي الى هنا ان انتهي اقتباسي من كلام خالد طلعت كما هو بعمياته الدارجة الذي ارجو ان يسمحني في اقتباس كلماته من دون اذن حيث حاولت الوصول اليه لتأكد من انه صاحبه ومن ثم سمح لي باقتباسي فلم استطع واعتقد ان مقاله الزميل يصلح لان يكون اعتذارا من اغلبنا ان لم يكن مننا جميعا فكلنا ارتكبنا ونرتكب هذه الاخطاء بشكل مباشر او بمسئولية عن النشر واعتقد ان كلنا نحتاج الى تلك اللحظة من المكاشفة والمصارحة مع النفس بغض النظر عن السبب الذي جاء على الزميل خالد طلعت يطلق كلمته الكاشفة تلك وبيقول للأستاذ عبدالطيف المناول في المصر اليوم واخيرا ادعو المؤسسات الاعلامية والصحفية في مقدمتها ان نسعى لاجاد سبل لاعادة الانسانية للمهنة التي يبدو انها افتقدتها مع مرور الزمن والاحداث ولن يكون الحل بقيود اضافية لكن الحل يكمن في اعلاء المهنية في الاداء وتدريب الجميع على الالتزام باداء مهني حقيقي شكرا خالد طلعت على رصاصتك التي اطلقتها فاخترقت صدورنا جميعا طيب يمكن هو عبر بشكل اكثر يعني مباشرة وتركيز و يعني مش موضوعية لكن جدارة جدارة من اللي انا قلته ايه هو ده ما اقصده يعني اذا كان هي مش مش اطلق هو القى حجرا ضخما في بحيرة را كده في بحيرة الضمير المهني في الاعلام اشتركوا في القناة